بسم الله الرحمن الرحيم مشكورين لعابين على المجهود خاصة اليوم صايمين وداروا مجهودات كبيرة بدنيين حتى تعبوا لعبنا ضد فريق قاوي جدا احنا كنا متمركزين مليح تاكتيكيا كنا دفاعيا أحسن كنا قاويين وكنا نحاوسوا على الانطلاق السريع والهجم السريع خاصة في شفت الأول شفنا كتعدنا نزوج هجمات كنا قادرين نسجلوا هدف هدف تعبوا راس لي خلينا نصيروا مباراة في الشوطة الثانية ما مسجلناش لعبنا لوحدي ما يكذبش على روحهم أحسن فريق في الجزاء عنده لعابين دوي مستوى اليوم كدرنا تعادل مع هاد الفريق واحنا تعداد تعنا راو ناقص كنا ديروا مقارنة مع فريق شباب الوزداد فشباب الوزداد عنده فريقين احنا ما عندناش فريقين عندنا لعابين عندهم قوة وعندهم يلعبوا بحرارة كبيرة الحمد لله اليوم نقول بلي ان تعادل منطقي سفر لسفر نقطة خرم الهزيمة راح تخلينا نزيد ونخدمه تكون عندنا مباريات لجيين راح يكونوا أصعب تانية ولكن نفسيا نكونوا أحسن شوف ما كدبش عليك احنا نقوله بالفريق تعنا تحسن تحسن كتير تحسن تقنيا تحسن ولكن نتمنى تكون إعانات للفريق لأن الفريق راح يعاني ماديا يعاني والإدارة راح تعاني ما عندنا حتى مموّل للفريق إذا كانت تعمل في الملعب وتحقق نتائج ولكن ما تكونش فيها تحفيزات وما تكونش فيها أموال اللي باش اللعابين ياخدوا الحقوق تحهم ما تكونش إعانات للفريق التحفيزة راح ينقص راح يجي نهارة وين الفريق يحبس نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله الفريق تعنا كيمرا ويعمل ويتعب لعبهم يتعبوا فوق الميدان وحاولوا يحسنوا نتائج فوق الميدان إن شاء الله تكون عندهم تحفيزات من جهة أخرى إن شاء الله والفريق يقدر والإدارة تقدر تسير ما تبقى من البطول إن شاء الله صحافة تركوا